في صفعة جديدة لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان رفض أعضاء في حلف الناتو بحث إدراج قوات سوريا الديمقراطية على لائحة الإرهاب بطلب من تركيا رفض وبحث تصنيف قوات سوريا الديمقراطية في اجتماع الحلف على لائحة الإرهاب كان قد سابقه رفض أمريكي على لسان وزير الدفاع مارك إسبر الذي قال بأنهم لن يسمحوا بتصنيف هذه القوات على إنها إرهابية أردوغان الذي رهن انضمام بلاده إلى خطة الحلف الدفاعية بإدراج قسط على قائمة الإرهاب أسقط اعتراضه على خطة الحلف لتعزيز الدفاع عن دول البلطيق وبولندا في مواجهة روسيا بحسب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يينس ستولتنبرغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تطرق في الاجتماع إلى هجوم الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له على شمال شرقي سوريا قائلا أنهم يطالبون تركيا بتوضيح خطتها في سوريا الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الذي أكد الثلاثاء على أن تركيا تتعامل مع وكلاء داعش وتحارب القوات التي تقاتل داعش قال أن الإرهاب وتنظيم داعش يشكلان عدوا مشتركا لدول حلف شمال الأطلسي عدم تطرق حلف الناتو لخطط تركيا قد يكون بداية النهاية لوقف ابتزاز أردوغان للدول الأوروبية فيما يخص ملف اللاجئين ومعتقلي الدواعش عبر التهديد مرارا بفتح الأبواب أمامهم للتوجه إلى أوروبا